صباح الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكو طار إبراهيم من تيكوتيوب وفيديو جديد ازايكو يا جدعان نهاردة هنتكلم عن حاجة يعني بين مصر وامريكا بس ملاش علاقة بالهجر تمام انا كان فيه اكتر من حد الناس من اصدقائي يعني اللي تصحبت عليهم عن طريق القناة وكده كنا منتكلم عن موضوع الكبري بتاع عروض الفرج كان بقيت لي سورة اللي هي فطورة بتاعت ان هو معدي الكبري والكلام ده كله وان هو بفلوس وليه دفع مش فاكر كان 20 جنيه حاجة كده فسألني بيقول لي بالزمة فيه الكلام ده عندكو فعجبني الفكرة قلت ان اتكلم عن الموضوع اكتر بمادم فعلا فيه ناس يعني احبة تتكلم عن الموضوع ده فا فالرد اللي انا قلته له اه فيه اماكن كتير بتعدي فيه كبري بتعدي منها بتدفع كارتة يعني اسمها التول هنا بندفع التول يعني مثلا انا عايش في فولاية نو جيرزي فانت عشان تروح من نو جيرزي لنيورك لازم بتعدي من من نفق النفق ده عشان تعدي منه بيبقى فيه فيه التول اللي هي او الكارتة بتدفع عشان تروح بس فيه حاجة انا عاوز افهمها للناس برده يعني انا ما اعرفش اصلا انا رود الفرج ده اصلا بيوصل منين لفين ولا اي حاجة كل اللي انا اعرفوا عن رود الفرج شفت شوية ناس متصورة هناك والناس بتاخد سيلفي والكوبري كده ازاز وعمالين يقولوا انه اكبر كوبري والكلام ده كله فانا ما افرقش معاي القصة دي كله انا افرق معاي حاجة واحدة بس ان لو الكوبري ده فعلا يعني هيوفر ازمة الزحمة ويوديك من مكان لمكان فبتستعمله زي عندنا احنا هنا يعني انا مثلا انا يعتبر في اخر نو جيرزي عشان اروح نيويورك فيه برده طريق بفلوس امشي منه وفيه طريق ببلاش فاحنا عندنا هنا بس فيه حاجات ما ينفعش تعدي منها الا بفلوس فانا جايلك في الكلام اهو يعني انا عندي من نو جيرزي لغاية ما اجي عند النفق بتاع نيويورك اقدر اروح بفلوس او ببلاش اتفقنا فايه الفرق بين ابو فلوس وببلاش بتقف اشارات كتير وطريق زحمة وبتلف بقى حوالين الدنيا كلها يعني على بل ما توصل للمكان اللي انت فيه مثلا بتبقى فارق مثلا بتاع 20 دقيقة زياد الطريق ابو بلاش اقل 20 دقيقة وهتبقى ماشي على طول بقى طريق فادي بقى طيارة مش فادي يعني بس اقل زحمة وسريع ونضيف فانت كده استفدت ايه؟ استفدت ان انت وفرت وقت مثلا انت عندك حالة طرقة عندك شغلة لازم تروح عندك job interview لازم توصل بسرعة هتاخد الترن بايك على طول لانه مضمونة هتشوف الجي بي اس بتاعك يقولك هتوصل في 20 دقيقة هتوصل في 20 دقيقة بكبيره زيادة ممكن تزيد دقيقة انما اللوكل او اللي هو بابو بلاش بياخد وقت كتير فدي استفادة بقى نيجي بقى بعد كده اللي هو الاجباري يعني ما هو عشان برده ايه نبقى صادقين بتيجي عندك بقى التونل اللي انت رايح لنيورك التونل او النافق يعني اه لازم تدفع فلوس بتدفع 15-16 دولار على العربية الوحدة تمام؟ فانا كده اقولنا انت لازم انت رايح نيورك عندك مصلحة ايديها هناك هتخرج هتعمل لازم تدفع فلوس والفلوس دي بتروح فين؟ بتروح للحكومة بيعملوا بها بيجددوا بها الطرق بيوسعوا الطرق بيعملوا الانفاق بيزبطوا لو في حفر في الطرق او الكلام ده كله فدي طبعا كلها استفادة لنا نرجع بقى الموضوع رود الفرج لو رود الفرج يجدعان بيودي الاماكن اه ليه لا مدفعوش فلوس بس يعني ان ان الحكومة تاخد الفلوس ده تجدد بها طرق توسع شبكات الطرق والكلام ده كله كلمة صادقة بس عشان اقولها قدام ربنا انا شفتها انا نزلت عشرة ايامة ملا هيتش شوف مصر اوي عشان محدش يعترض ويقول لي يا عم انت ما شفتش مصر وتعال اعد في مصر والكلام ده كله انا بصراحة ما شفتش ايه الجديد في مصر بس اللي انا اقدر اقول عليه بجد ان انا فعلا شفت الطرق شفت طرق جديدة حلوة يعني فيه طريق معرفش اسمه الاقليمي او حاجة زي كده ده كان وانا جاي من المطار الطريق بصراحة كان يعني مش طبيعي كان جميل وفادي خالص يمكن عشان بفلوس فكان فادي بس فوالله لو الكبري ده حاجة كويسة ومكسب المصر الف مبروك وان شاء الله تكون حاجة كويسة لو حاجة مالهاش لازمة مش عارف اقولوك ايه بس فهي دي موضوع الكارتة وموضوع التول بين مصر وامريكا بس ده تعليق عن موضوع رود الفرج انتظروني في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة